أعزائي طالبات وطلبة الصف الأول إعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهب ولازلنا شغالين في الوحدة التانية في الجابر وكنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الحدود الجبرية والمقادير الجبري وعرفنا أن الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين أو أكتر وعرفنا أن المقدار الجبري عبارة عن حد جبري أو أكتر يتكون من حد جبري أو أكثر ويفصل بينهما إشارة زائد أو نص حد جبري زي إيه مثلا زي اتنين ألف عبارة عن حاصل ضرب اتنين في ألف يسمى ألف معامل الحد الجبري الاتنين يسمى معامل الحد الجبري والألف يسمى بالعامل لهو الرمز النهاردة في حلقة اليوم احنا هنتكلم عن الحدود الجبرية المتشابهة إذن أول سؤال أنا هتراهه عليكم النهاردة متى تتشابه الحدود الجبرية أو امتى أقول على حدود جبرية إنها متشابهة متى إذا كان لها نفس الرموز بنفس الأسس يبا تتشابه الحدود الجبرية إذا كان لها نفس الرموز بنفس الأسر تعالوا نكتب مع بعض أول تعريف في حلقة اليوم بيقول لي الحدود الجبرية المتشابهة هذه التعريفة تتشابه الحدود الجبرية إذا تشابهت الرموز الجبرية المكونة لعواملها وتساوت فيها أسس هذه الرموز زي إيه مثلا حدود جبرية متشابهة زي اللي أمامك دي على الشاشة قادي 2 ألف ده حد جبر وقادي ألف ده حد جبر وقادي سالب 5 ألف التلاتة دول بسميهم حدود جبرية متشابهة أنا حفصلهم لك برهم بصي كده 2 ألف وألف وسالب 5 ألف ليه بقى الحدود دي متشابهة آه عشان ليهم نفس الرموز اللي هي ألف وهنا ألف وهنا ألف بنفس الأس خد بالك فوق الألف هنا مفيش حاجة يعني واحد وهنا واحد وهنا واحد يبقى هذه الحدود تسمى حدود جبرية إيه متشابهة نفس الكلام زي إيه تاني 2 سين أس 2 صاد واربعة صاد سين أس 2 وسالب نص سين أس 2 صاد برضو أنا حفصلهم لك برقهم آدي 2 سين أس 2 صاد وده أربعة صاد سين أس 2 وأدي سالب نص سين أس 2 صاد دي يا مستر حدود متشابهة أيوا حدود متشابهة إيه السبب كلهم فيهم نفس الرموز اللي هي سين وصاد بنفس الأسس فوق السين هنا كام أدي 2 ايه باللون الأحمر فوق السين هنا كام أدي 2 ايه فوق السين هنا كام اتنين طب بالنسبة للصاد ما فيش حاجة فوق الصاد يعني كام يعني واحد يا مستر وهنا برضو فيه واحد وهنا فيه واحد يبقى كلهم فيهم نفس الرموز اللي هي السين والصاد بنفس الاسس فوق السين اتنين وفوق الصد واحد عشان كده تسمى حدود جابرية ايه متشابه طيب تعالوا نشوف شكل اخر ممكن يكون عندي حدود جابرية زي كده بصيلي كده معايا على الشاشة اتنين سين وسالب تلاتة سين قس اتنين وسبعة سين قس تلاتة انا حفص الهم لكبر قد اتنين سين وقادي سالب تلاتة سين قس اتنين وقادي سبعة سين قس تلاتة هل دي حدود جابرية متشابهة واحد يقول لي يا مستر مهدي سين ودي سين ودي سين اقول له اه هو ده تفاح وده تفاح وده تفاح بس ده تفاح أصفر وده تفاح أخدر وده تفاح أحمر وبالتالي مش هم نفس النوع برضو لان ليه بقى هنا فوق السين واحد وهنا فوق السين اتنين وهنا فوق السين تلاتة هتلاحظ ايه كلهم فيهم سين بس القصص مختلفة وبالتالي دي حدود جابرية غير متشابهة مديني كمان هو مثال اخر اربعة سين قص اتنين وخمسة سين صد وسالب صد قص اتنين برضو لو فصلتهم بره ادي اربعة سين قص اتنين وادي خمسة سين صد وادي سالب صد قص اتنين هل هذه الحدود متشابهة ابصلها برضو هنا في سين وهنا في سين وهنا ما في السين وهنا سين قص اتنين وهنا السين قص واحد هنا في صد قص واحد هنا صد قص اتنين وهكذا وبالتالي دي حدود جابرية ايه غير متشابهة هرجع تاني واقول لكم احنا تعلمنا ايه دلوقتي متى تكون الحدود الجابرية متشابهة إذا كان لها نفس الرموز بنفس الأسس برافو علي طيب هنتقل لنقطة تانية وهي اختصار المقدار الجبري يعني إيه اختصار المقدار الجبري إن أنا أبصت هذا المقدار يعني أجمع الحدود الجبرية المتشابهة فيه يبا تاني عشان أختصر المقدار الجبري أعمل إيه إن أنا أجمع الحدود الجبرية المتشابهة كل نوع لوحدة طب ما تيه كان نكتب الكلمتين اللي احنا قلناهم دلوقتي بص كده معايا اختصار المقدار الجابري يعني ايه اه بص كتبها معايا اي وضعه في ابسط صورة وذلك عن طريق جمع الحدود الايه المتشابهة هجمع كل حدود متشابهة مع بعض وابدأ اجمعهم في هذه الحالة يبنى اختصارت الايه المقدار الجابري تعالوا نشوف كده مع بعض مثال بيقول لي في هذا السؤال اختصر لابسط صورة اما يقول لك اختصر مقدار جابري لابسط صورة يعني اعمل ايه معانا تليفون الو الو عليكم السلام مين معايا انا اروى اروى اهلا بيك يا اروى باسمعالية اهلا بيك اه اخبار رياضة ايه معاك كويس الحمد لله تبتابع الحلقة من اولها اه طب انا قلتلك يعني ايه اختصر لابسط صورة المقدار الجابري اه يعني ان بسطه لابسط صورة يعني اعمل ايه اجمع الحدود ايه المتشابه احنا قلنا في حلقة اليوم ازاي اعرف ان الحدود متشابه يا اروى اه من لما تكون القص متشابه والرمز متشابه اقابوا عليك ليه نفس الرموز بنفس الايه القص طب انت تحب تشاركي ولا معاك سؤال لا اشارك شاركي معايا بصي بقى اختصري لابسط صورة هذا المقدار انا هكتبولك اهو على الشاشة تلاتة سين ناقص خمسة صاد ناقص سين زائد اتنين صاد يلا نختصروا مع بعض ممكن بس اشوفوا اهم عاي اهم مش واضح لا شايفين تلاتة سين ناقص خمسة صاد ناقص سين زائد اتنين صاد يلا عايز اختصر ده الابسط صورة يا اروى اعمل ايه قلنا هنجمع الحدود من الشاب اه انا عندي نوعينهم صح اه فيهم سين وصاد اعمل ايه بقى هنجمع تلاتة سين ايه سالب سين برافو عليك اخد التلاتة سين ومعها زائد ادي السالب سين برافو عليك يا ارو كده انا جمعت دول في قوس اه والتنين في قوس واحد اللي هما سالب في خمسة سين اصاد ايوه ومجب اتنين سين اتنين صاد طب اللي انا كتبتو ده كده صح يا اروى ولا ناقص حاجة ناقص حاجة ها القوسين دول بينهم ايه اه زائد اه ده مهم جدا ايوه اتنسيها طيب قوليلي بقى تلاتة سين زائد سالب سين يدينا ايه يعني تلاتة سين ناقص سين ناقص سين ها تلاتة برطقانة ناقص برطقانة يدينا ايه تلاتة يدينا تلاتة لا بوصي بقى بجمع الحدود ايش زاي دي عبارة عن تلاتة زائد سالب واحد تمام كده من نفس النوع اللي هو مين سين اللي هو سين وهنا سالب خمسة زائد اتنين من النوع اللي هو مين سين صاد اه يبقى هنا المعاملات تلاتة زائد سالب واحد يدينا كام يا اروب سالب اه يبقى يعني تلاتة ناقص واحد بطنين بطنين برافو عليك اتنين ايه بقى تلاتين برافو تمام زائد سالب خمسة زائد تلاتة يدينا ايه ها بشرطين مختلفتين يبقى سالب يدينا كم هيبقى سالب ايوة سالب تلاتة تلاتة برافو عليك يا اروب سالب تلاتة ايه صاد يبقى المقدار عندي اهو ابسط صورة لتنين سين ناقص ثلاثة ايه صاد بشكرك يا اروب اسماعليا اشكرك تابع معنا تاني يا اروب اشكرك ننتقل الى سؤال اخر برضو اختصر لابسط صورة اتنين سين ناقص اربعة صاد ناقص تسعة سين ناقص ثلاثة صاد عايزة بسط هذا المقدار الله ده المقدار ده في كم حد واحد رد علي قال لي يا مستر اربع حدود طب عايزة اختصره لابسط صورة يعني اجمع الحدود المتشابهة ومين هنا الحدود المتشابهة عندي سين وعندي ايه صاد تعال نفتح قص ونحط فيه الحدود اللي شابها بعض قادي القص الاول واول حد اتنين سين يا ترى اكتب معا مين برافو عليكم اكتب معا سالب تسعة سين بين القص والتاني اكتب ايه وعتنسو زائل وافتح قص احط فيه النوع التاني اللي هو مين سالب اربعة صاد ومعا سالب تلاتة صاد طيب زي ما قالت اروى دلوقتي انا عشان اجمع دول اكتب المعاملات اهو مع بعض اتنين معاها السالب تسعة ودي السين زائل هنا افتح قص سالب اربعة ومعاها السالب تلاتة وقادي الصاد اتنين ناقص تسعة بكام اشارتين مختلفتين يا مستر اطرح واكتب اشارت الكبير اشارت الكبير سالب يبقى سالب سبعة سين هنا اشارتين متشابهتين اعمل ايه برافو عليكم اجمع واكتب الاشارة يبقى سالب سبعة صاد اذا المقدار ابسط صورة ليه هو سالب سبعة سين ناقص سبعة صاد هقول تاني اللي انا قلته بسرعة عشان ابسط المقدار الجبري يعني ايه يقولك اختصر لابسط صورة اجمع الحدود الجبرية المتشابهة افتح قص واكتب الحدود اللي شبه بعض مع بعض وبعد كده ابدأ اجمعهم عن طريق جمع الايه المعاملات بتوحهم سواء بقى اجمع او اطرح حسب الاشارات اراجع تاني لو الاشارتين متشابهتين برافو عليكم اجمع واكتب الاشارة لو الاشارتين مختلفتين اطرح واكتب اشارة الايه ايه كما تعالوا ننتقل الى سؤال اخر بيقولي برضو اختصر لابسط صورة تسعتاشر مين ناقص اربع نون زائد حداشر مين ناقص سبعتاشر نون زائد تسع نون طيب انا عاوز ابسط هذا المقدار معانا شاهدي من سهاج الو سامو عليكم الو سامو عليكم ازايك يا شاهدي اخبارك ايه واخبار ياضا معاك ايه كويس مبسوطة سهل الرياضة السنة دي ايه برافو عليك يا شاهد وليلي بقى تحب تشاركي ولا معاك سؤال لا عايزة شارك عايزة شارك احنا بنتكلم عن ايه دلوقت يا شاهد عن جمع وطرح الحدود الجبرية برافو عليك جمع وطرح الحدود الجبرية المتشابهة ومعانا سؤال يعني ايه اختصر المقدار لابسط صورة يعني نجمع الحدود المتشابه برافو عليك اجمع الحدود الجبرية المتشابهة بص بقى معايا شاهد على الشاشة بيقولك المقدار تسعتاشر مين ناقص اربعة نون زائد حداشر مين ناقص سبعتاشر نون زائد تسعة نون معايا شاهد معايا؟ ناقص سبعتاشر نون انا هاخد اول حد اللي هو تسعتاشر مين هافتع قوس واكتب معاه الحد اللي يشبهه اللي هو زائد حداشر مين زائد حداشر مين يا ريت مخرجنا بس يا زرالي على الشاشة ممكن؟ خلاص؟ قدي تسعتاشر مين زائد حداشر مين طبعا دول شابه بعد خلاص اقفل القص كده شايفها يا شاهد؟ لا لا ظهرت امامك وعلى الشاشة؟ لا شايف السؤال؟ اي اه كده شايفها طيب كده انا جمعت المين مع بعض يلا ناخد مين تاني بقى؟ سالب سبعة باشر سالب مين الاول؟ سالب اربع نون سالب اربع نون ومعها مين؟ سالب سبعة باشر سالب سبعتاشر نون ادي القصة هو ومعها مين؟ موجب تسعة نون برافو عليك موجب تسعة نون بين القصين ما ننساش اكتب ايه؟ اه شارت اه شارت زائد انا بجمعهم تمام كده؟ طيب انا عاوز اجمع تسعتاشر مين زائد حداشر مين اتفقنا بنكتبها ازاي يا شاهد؟ اه متساب ها؟ اكتب مين؟ المعاملات مع بعض التسعتاشر ومعها مين؟ اه حداشر مين الحداشر ودي الميمة هم اللي هو نفس النوع ده زائد افتح قصة تاني نكتب المعاملات يا شاهد اللي هو مين؟ حداشر حداشر سالب كامل اول؟ سالب اربع القصة التانية ومعها مين؟ اه أربع نون سالب سالب اربع نون سبعتاشر شايفها؟ سبعتاشر ومعها زائد مين؟ سبعتاشر تسع ودي النون شايفها كده معا يا شاهد؟ طيب كده انا جمعت اللي هم المعاملات مع بعض يلا شايفها اول قصة؟ تسعاتاشر زائد حداشر مجر حداشر مجر حداشر يدينا كام يا شاهد؟ تسعاتاشر زائد حداشر تسعاتاشر زائد حداشر عشرين زائد تسعة انا اكتبها لك على جنبه وسالب واحد وعشرين زائد تسعة هنا هاجمع ولا اطرح؟ هنعمل ايه؟ نازمة هاطرح عشان اشارتين مالهم مختلفتين وحتبق شرط الكبير سالب يلا من الواحد وعشرين اشيل تسعة يتبقى لي كم؟ اه اتناشر اتناشر نون اذا المقدار لما بسطته هيبقى تلاتين ميم ناقص اتناشر ايه يا شاهد؟ ناقص اتناشر نون شايفها؟ طيب تاني انا هسألك السؤال بقى قبل يقفل معاك بسرعة اتعلمت يعني ايه اختصر المقدار لابسط صورة؟ يعني ايه يا شاهد؟ واضع الحدود المتربية في مجموعة برافو عليك اجمع الحدود الجابريال ايه؟ ايه المتشابه؟ كل حدود متشابه اكتبها مع بعض داخل قوس وبعد كده اجمع المعاملات بتاعها بشكرك يا شاهد شكرا لاتصالي ننتقل الى سؤال اخر معايا برضو سؤال تاني بيقول اختصر لابسط صورة ادي اربعة الف زائد تسعة به زائد خمسة الف ناقص اتنين به زائد ستة به ناقص تلاتة الف انا اول سؤال هسألهلكو دلوقتي هو المقدار ده في كم حاد؟ تعال انا عدهم ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ده ستة حدود طيب انا عاوز اختصره لابسط صورة اتفقنا في حلقة اليوم عشان اختصر المقدار لابسط صورة يعني اجمع الحدود الجبرية المتشابهة يا طرى مين هنا الحدود اللي شبه بعض اول حد هو اربعة الف مين شبهه برافو عليك واحد قال لي يا مستر خمسة الف مين تاني زيو سالب تلاتة الف معانا مريم من القاهرة الو سلام عليكم الو ايوة باشواندسة مريم ازايك خويتة الحمد لله اخبارك ايه يا مريم خويتة اخبار رياضة ايه معاك الحمد لله سهلة الحمد لله سهلة معاك سؤال ولا نشارك معايا لا نشارك نشارك انا النهاردة بتكلم في حلقة اليوم عن اختصار المقدار الجبر يعني ايه اختصر مقدار جبر يا مريم يعني كل حد مشابه اجمع مع بعض برافو عليك يعني ابسطه ان انا نكتب الحدود الجبرية المتشابهة مع بعض طيب انا معايا مقدار كتبتولك على الشاشة وشايفها خليك معايا كده بص معايا على الشاشة يا مخرجنا يا ريت بعد اذنك يظهر لي كده المقدار على الشاشة اربعة الف زائد تسعة بيه زائد خمسة الف ناقس اتنين بيه زائد ستة بيه ناقس ثلاثة الف معايا معايا مريم اه طيب يلا انا هجمع اول حد اللي هو مين اللي هو اربعة الف مع يلا مين شبهه يا مريم اه مين شبهه مين يشبه الاربعة الف في المقدار ده خمسة الف خمسة الف برافو عليكي امشي للاخر برافو عليكي دول حطيتهم في قوس وبين القوس والتاني اكتب زائد تعالي بقى نحط النوع التاني اللي هو البيه يلا باشوان ديسة مريم ها اقول تسعة بيه برافو عليك تسعة بيه ومن اللي شبهه ناقس اتنين بيه ناقس اتنين بيه ومن شبهه زائد ستة بيه زائد ستة بيه انا بقى اعاوز اجمع دول يا انيسة مريم اربعة الف زائد خمسة الف ناقس ثلاثة الف هجمع المعاملات بتاعته اربعة اربعة زائد خمسة ايوا ناقس ثلاثة واقفل القص واكتب ايه ايوا اا زائد ستة بيه واقفل القص واكتب مين بيه بيه يلا وليلي بقى اربعة زائد خمسة ناقس ثلاثة يدينا كام اربعة زائد خمسة كام يا مريم 4 زائد 5 معلش الخط فصل يا ماري 4 زائد 5 9 9 ناقص 3 النتج بيسوي كام 6 ألف زائد 9 ناقص 2 زائد 6 طبعا 9 و 6 15 ناقص 2 يبقى 13 يدينا النتج 13 به يبقى النتج عبارة عن 6 ألف زائد 13 به كده أنا اختصرت هذا المقدر لأبسط صور أنا حقول لكم تاني بسرعة عشان اختصر مقدر لأبسط صورة أعمل ايه أجمع الحدود الجبرية المتشابهة وإحنا عرفنا النهاردة في حلقة اليوم يعني ايه حدود جبرية متشابهة إذا كان لها نفس الرموز بنفس الاسس تعالوا ننتقل إلى نقطة تانية في حلقة اليوم معانا صارة من الفيوم ألو سمع عليكم عليكم السلام يا صارة أخبارك ايه حلو الحمد لله معاك سؤال ولا تشاركي لأ عايزة شارك عايزة شارك النهاردة احنا تكلمنا يا صارة عن اختصار المقدار الجابري يعني ايه اختصر المقدار الجابري أجمع المتشابه فيه أجمع أجمع المتشابه فيه عليك لها نفس الرموز بنفس الايه ايه القصر طب أنا دلوقتي عاوز أجمع بقى المقادير الجابرية تعرف إزاي أجمع مقدار جابري مقدارين جابريين يا صارة أجمع ايه مصر؟ عاوز أجمع المقادير الجابرية عاوز أجمع مقدارين جابريين بص كده معي على الشاشة خمسة ألف ناقص سبعة بيه زائد تلاتة واتنين بيه ناقص واحد ناقص ألف معي يا صارة الخمسة ألف ناقص سبعة بيه زائد تلاتة ده يسمى ايه يا صارة؟ يسمى مقدار مقدار جابري اتنين بيه ناقص واحد ناقص ألف يسمى ايه؟ مقدار جابريين طيب أنا عاوز أجمع المقدارين الجابريين دول عشان أجمعهم يا صارة عندي طريقتين عارفهم؟ عارفين في طريقة اسمها الطريقة الايه؟ الأفقية والرقوة برافو عليكي الطريقة الأفقية يعني ايه طريقة أفقية يا صارة؟ يعني يبقى يبقى قصص بعضين كده أكتبهم جنب بعض صح؟ تعالي نكتبهم جنب بعض يبقى خمسة ألف ناقص سبعة بيه زائد تلاتة ده كده المقدار الأول زائد قادي التاني اتنين بيه ناقص واحد ناقص ايه؟ ألف أصبحوا عبارة عن مقدار كبير اهو يا صارة صح؟ أه طب أنا عاوز أجمع بقى الشكل اللي قدامي أو أختصر هذا المقدار اتفقنا إن أنا أختصره يعني أعمل إيه يا صارة؟ أجمع المتشابه منك برافو عليك أفتح قص وابدأ أجمع الحدود الجبرية المتشابهة أول حد مين هو؟ خمسة ألف خمسة ألف أكتب معا مين؟ ناقص ألف برافو عليك ناقص ألف واقفل القص في حاجة تانية تشبههم؟ لا ما فيه لا يا صارة برافو عليك يا زائد أفتح قص تاني أكتب مين؟ سالب سبعة به؟ سالب سبعة به؟ زائد اتنين به زائد اتنين به برافو يا باش مهندسة شطرة واقفل القص وكتب زائد أفتح قص تالت أكتب تلاتة ناقص واحد برافو عليك تلاتة ناقص واحد قوليلي بقى يا صارة يلا أول قص عبارة عن خمسة ألف ناقص ألف يدينا كام يا صارة؟ يدينا أربعة ألف برافو عليك أربعة ألف زائد يلا سالب سبعة به زائد اتنين به يدينا كام يا صارة؟ سالب خمسة به برافو عليك أحسنتي سالب خمسة به وأخيرا القص الأخير تلاتة ناقص واحد يدينا ثمين يدينا برافو عليك زائد اتنين أصبح المقدار ده أو جمع المقدارين عبارة عن أربعة ألف ناقص خمسة به زائد كام؟ إتني خليك معايا سارة زي مان إحنا قلنا عندنا كم طريقة الجمع مقدارين جابريين؟ طريقتين الطريقة الأولى اسمها الطريقة الإيه؟ الأفقية وعرفنا إزاي بكتبها إننا نكتب المقدارين جنب بعض وجمع المتشابه صح؟ آه الطريقة التانية إيه يا سارة؟ الرأسية برافو عليك يعني إيه طريقة رأسية؟ يعني تحت بعض أكتبهم تحت بعض بس مع مراعاة حاجة تحت بعض وإيه بلاحظ؟ الرأسية متشابهة تحت بعض برافو عليك الحدود المتشابهة تكون تحت بعض طيب أدي عند المقدار الأول خمسة ألف ناقص سبعة به زائد تلاتة صحي كده؟ آه التاني كان اتنين به ناقص واحد ناقص ألف شايفها؟ لا مش واجهة أهو شايفها كده معي؟ آه طيب اللي اتنين به أكتبها فين بقى؟ اللي اتنين به ناقص تحت سالب تبعة به برافو عليك بنفس الإشارة موجة باتنين به طيب السالب واحد أكتبها فين يا سارة؟ تحت الخمسة ألف اه؟ تحت الخمسة ألف السالب واحد السالب واحد تحت التلاتة برافو عليك كده شطرة صح؟ تحت التلاتة طيب السالب ألف آه تحت الخمسة ألف انت شطرة يا سارة برافو عليك تحت الألف واروح جايب المصطرة الجميلة كده تمام؟ واعمل ايه؟ اخد خط كده الأخذ خط وابدأ بقى ايه أجمع المتشابهين دول خمسة ألف ناقس ألف يدينا ايه أربعة ألف كبير عليك أربعة ألف وسلب سبعة بي زق التنين بي يدينا ايه سلب خمسة بي كبير عليك سلب خمسة بي وتلاتة ناقس واحد يدينا اثنين كبير عليك يا سارا الله ده نفس الناتج اللي انا حصلت عليه من شوية شايفة أهو كان أربعة ألف ناقس خمسة بي زقت كام اثنين يبقى ممكن انت بقى تستخدمي اي طريقة سواء الطريقة الافقية او الطريقة الايه الرأسية اشكرك يا سارة على اتصالك شكرا تعالوا ننتقل الى سؤال اخر بيقول لي اوجد مجموع اوجد مجموع 30 ناقص 2 صاد زائد 5 وسين زائد 2 صاد ناقص 2 انا بسرعة كده حاضر اجمعهم يبقى 30 ناقص 2 صاد زائد 5 والتاني تحته بنفس الايه الحدود المتشابه زائد 2 صاد ناقص 2 واشد خط وابدأ اجمع 30 زائد 20 يدينا 40 سالب 2 صاد ومجب 2 صاد يروحوا مع بعض بصف وزائد 5 ناقص 2 يدينا كام يدينا 3 احنا في حلقة اليوم درسنا ازاي اختصر المقدار الجابري لابسط صورة اتفقنا بجمع الحدود الجابرية الايه المتشابهة طيب اتكلمنا كمان عن جمع المقادير الجابرية عشان اجمع مقدارين جابريين قدامي طريقتين اما الطريقة افقية او طريقة ايه رأسية بكده عزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متابعتكم تحياتي وتحيات اسرة البرنامج فاصل زغير ونرجع لكم تاني مع رياضيات للصف الثاني الاعدادي وزميل اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته